تزوجت من رجل أعمال سوري وأنجبت منه ابنها الوحيد كرم وتنبأت برحيلها قبل أيام وتوفيت بمرض غامض دينا هارون فنانة سورية من مواليد يناير عام 1973 وهي ابنة محافظة اللاذقية والشقيق الصغرى لتولاي هارون بدايتها الفنية كانت عام 1999 خلال مسلسل أحلام مؤجلة لكن البداية الحقيقية كانت خلال سلسلة مرايا بدأت دينا هارون مشوارها الفني بأدوار صغيرة في مسلسل أحلام مؤجلة عام 1999 كما شاركت في مسلسل المقامات الصحراوية عام 2001 حتى اختارها ياسر العظمى للمشاركة في مسلسل حديث المرايا عام 2002 طوالت عليها الأعمال حتى أصبح سجلها الفني يعج بالأعمال المميزة ولكنها ابتعدت عن الفن لمدة ثلاث سنوات ولم يعرف أحد سبب ذلك تزوجت دينا هارون من رجل الأعمال السوري خلدون وليد عام 2010 ورزقت منه بابنها الوحيد كرم عام 2015 لكنه ما انفصلا في نفس العام وعادوا من جديد في بداية عام 2018 دخلت الفنان الراحلة دينا هارون المشفى بعد معاناتها مع مرض غير معروف في الأمعاء وقيل وقتها أنه سرطان ثم خرجت شقيقتها الكبرى دولاي لتنفي ذلك لكنه حدث مضاعفات أثرت على عمل الرئتين فوضعت على جهاز التنفس لكنها لم تنجو ورحلت عن عالمنا في الثامن عشر من أكتوبر عام 2018 عن عمر يناهز 45 عاما وقبل وفاتها بعدة أسابيع نشرت منشورا على حسابها الرسمي جاء فيه يهم الموت فينهض ثم يبدأ القدوم إلينا من هناك وببطء نشعر به فينتابنا الشعور بأننا نريد فعل كل شيء وأي شيء وتابعت نسرع فيسرع أكثر ننظر إليه يتوقف وعند أول رفة عين يخطفنا وحينها نعتها شقيقتها تولاي هارون بكلمات مؤثرة جدا قالت فيها استعجلت الرحيل وتركت أحبابك وأنت في عز الصبا دينا كانت تشاكسني وتمازحني كثيرا لكن مسحتها الأخيرة كانت ثقيلة جدا فرحلت وهي شقيقة الوحيدة لن نقول إلا ما يرضي الله وهي الآن بين يدي ربها في مكان أفضل بالتأكيد رحلت عن عالمنا وتركت أثرها الطيب في قلوبنا